معنا من واشنطن مرسلنا أنس صبار أنس أهلا بك يعني وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل أمامه قمم مهمة بخصوص وقرارات مهمة بخصوص الأزمة في أوكرانيا ضعنا في صورة الوارد لديك بالفعل ثلاث قمم يعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته الأوروبية الأولى تتعلق باجتماع مع عضاء حلف النيتو والأخرى ضمن المجلس الأوروبي والثالثة ضمن مجموعة الدول السبعة التي كما نعلم قد أخرجت منها روسيا قبل سنوات بالتزامن مع وصول بايدن إلى بروكسيل كان هناك حديث من طرف البنتاجون عن أن شحنة جديدة من الأسلحة قد أرسلت بالفعل وستصل خلال ساعات إلى أوكرانيا هذه الشحنة من المفترض أن تحمل صواريخ جافلين إضافة إلى استينجر وهذا الأمر يتطابق إلى حد كبير مع المطالب الأوكرانية التي تحدث عن نقص في مضادات الدبابات ومضادات الطائرات هذا الدعم العسكري مع وصول جو بايدن إلى بروكسيل يرسل رسالة مهمة تتعلق بها الموقف الأمريكي على الأقل حتى الآن من هذه الأزمة والمتمثل في دعم أوكرانيا أمنيا وعسكريا وحتى اقتصاديا وإنسانيا في بعض الحالات إضافة إلى فرض عقوبات مشددة على موسكو يقول البيت الأبيض إنها ستبحث بشكل موسع مع الشركاء والحلفاء الأوروبيين خلال جولة بايدن في بروكسيل وكذلك توجهه إلى وارسو بطبيعة الحال بعد ذلك هذه المحادثات بشأن العقوبات لن تتعلق هذه المرة بروسيا فقط بل بدول تعتقد الولايات المتحدة ودول غربية بأن دول أخرى تشارك بطريقة أو بأخرى مع روسيا في هذه العملية العسكرية الحديث عن الصين التي قد تقدم مساعدات عسكرية لروسيا وفي حال حدث ذلك يحذر الغربيون من أن عقوبات قد تفرض على بكين إضافة إلى ذلك هناك حديث عن انخراط بيلاروسي وإن تباينت التصريحات بين اليوم والأمس فإن هناك أيضا تحذيرات شديدة اللهجة بهذا الخصوص دور الصين ضمن المحادثات سيكون مهم جدا والحديث عن مجموعة السبع أيضا يعيد إلى الأذهان الدور الصيني الذي تلعبه بكين في هذه المجموعة وكيفية المطالبة بعودة روسيا إليها في مناسبات عدة إضافة إلى ذلك هناك حديث أمريكي خرج من عدة مؤسسات الخارجية والوزارة الدفاع وكذلك البيت الأبيض على لسان المستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يتحدث هذه المرة عن استخدام روسيا أسلحة كيميائية والتحذير من أن ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خطوات أكثر شدة قد تكون عقوبات أو غيرها لكن الرد كان بالأمس على الأقل من السفارة الروسية في واشنطن والتي تحدثت واتهمت الولايات المتحدة بأنها هي الدولة التي لا تلتزم بما جاء في تعهدات منظمة حضر الأسلحة الكيميائية وتقول إن لدى الولايات المتحدة نحو 30% من المخزون الأسلحة الذي كان لديها قبل التوقيع على هذه الاتفاقية شكرا جزيلا لمرسلنا من واشنطن أنسي صبار شكرا جزيلا للمشاهدة